عند سيارتك لورشة عبد الحق الموجودة بحي دبداب الشعبي بولاية بشارة لسيانة سيارتك فإن وقت انتظارك تقضي في قراءة وتصفح الكتب بمكتبته البسيطة الموجودة داخل ورشة سيانة السيارات أنا زابون عند الأخ عبد الحق قضية الأخ عبد الحق أثارت انتباهي من خلال صفحة على الفيسبوك صفحة الورشة تعرفت عليه من خلال الصفحة بعد عديد زبائن يأتيوا والقضية التي أثارت انتباهي وعجبتني هي قضية الانتظار والوقت الانتظار يكون بالمطالعة من خلال المكتبات التي رهدتها عبد الحق هنا فكرة جديدة نوعاً ما الفكرة مليحة وأوقات الانتظار لا تنشي لك شغيها كا ولا تنشي لك وقت في حاجة ما كاناش تمشي الكتاب الطالع وعندها الكتب هنا في المكتبة في المواضيع شتى بكل لغات عربية فرنسية أدب إسلاميات علوم هذه تقريباً المواضيع اللي رأيها هناك هنا في المكتبة الفكرة عجبتني بزاف وبزاف الزبائر عجبتهم الفكرة على غير الجماعة ونحيي على هذه الفكرة بزاف أيضاً الشي اللي خلى عبد الحق الورشة نتاعها تنتشر خاصةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الورشة على الفيسبوك هي نشاطاتها اليومية يقول لك مثلاً اليوم هاد الفلاني هاد كيفت هاد سيارة اللي درك لها السيانة اللي بياس اللي كانوا خاصين ولا لونبان وين كان كاين هاديتين كفكرة مليحة؟ أنا من بين زباين أنتاع السيد عبد الحق في الحقيقة تعرفنا على غير في الفيسبوك في الفلابواج وعجبتنا هنا المعاملة أنتاعها والخدمة أنتاعها نقيا ومن بين لي أطار الانتباه أنتاعها هو هاد المكتبة هاد هاد كي دخلت قال يتفضل قراء كتاب هاد مبادرة يعني حسنة نتمنى أنها تعمقع في الورشات في صانون الحلاقة في المقاهي هي فكرة بسيطة جعلت عبد الحق المولع بقراءة الكتب يسعى لترسيخها حتى في زبائنه الذين يرتادون الورشة لسيانة سياراتهم فبدل الجلوس وتصفح الهاتف يقدم لك عبد الحق كتابا يؤنسك إلى حين انتهاء أشغال السيانة سيارتك يعني أنا في الحقيقة الزبائنة هي معظمهم معظمهم أصدقاء يعني حتى كيف تحت صفحة عبر الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وليس كنت أقول أنه وقع بصفحة معظمهم كلهم نعرفهم وكلهم أستيدة وطادة كثيرة أطباء غيرهم يعني من أصدقاء يعني وفكرة كيف حتى ندرت المكتبة في الورشة يعني هذا الإدمان تائع المطالعة وفي الحقيقة هي راجعة لواحد أستاذ أو مفتش مادة الفيزياء ونحييه بالمناسبة مصطفى الطهري يعني هذه الفكرة متاعها مرة من المرات كنتينوية نقل قد نمريحين قال لي حقا في خاطر لو كنت نعم فكرة المطالعة حبها لو كنت ندرها في القاوي في قاعة الحلاقة الناس تعتبر على البالو تعتبر في أمور لأن الكتاب خير يجالس في الأنام نعم جاءتني الفكرة قلت علي ما لا أنا ندر في الورشة في الورشة ندر مكتبة صغيرة وجناح صغير جدا للناس المهتمة بالقراءة دقائق الانتظار يغتنمها في قراءة كتاب وفي الكثير من الناس استحسنت الفكرة يعني من الزبائن وكان يجب معاك كتب كهذية يقول لك خليه في الورشة وكان بعض الناس اللي ادعوا كتب ويقول لك رجعها لكن قراءة وكان لدينا وكان لدينا مشكلة بالكثير من الناس لقاتل استحسان يعني بكل صراحة وكان زيار كثر انهم جاءوا هنا ودعوا لطاقة الصور وكل وعد عليها منشور طريقتها الخاصة وقل عليها كما يعني وتدخلوا لهم تشوفهم في الصفحة ونتمنى ان انا مجرد عينة ومجرد هذه الفكرة كالبيذرة ان شاء الله تتعمم يعني وليما لا تكون في ورشة اخرى هي مكتبة عبدالحق البسيطة وموادرة فريدة من نوعها تستحق التعميم في الورشات والمطاعم والمقاهي وفكرة جميلة تستحق الثناء والاشادة اشتركوا في القناة